تغلب فريق العربي نظره كادما بـ 24 هدفا مقابل 23 ضمن منافسة الجولة الأولى من الدور الممتاز لكرة اليد شوط المباراة الأول انتهى بالتعادل بنتيجة 11 هدفا لكل فريق وفي الشوط الثاني نجح العربي في فرض السيطرة ليتقدم بالنتيجة حتى نهاية اللقاء ليحصد نقاط المباراة لصالحه هذا وكانت مواجهات الجولة انطلقت أمس وشهدت تفوز اليرموك والكويت والقدسية الفحيل والصليبخات والسلمية